واشنطن عن وحشية حكم ميليشيات الحوثي تزامنت مع تحذيرات صحية بتفش جديد للكوليرا في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين خلال الأسبوع المقبلة وباء الكوليرا يهدد اليمنيين مجددا وخاصة سكان المناطق التي تفرض ميليشيات الحوثي الانقلابية سيطرتها عليها بالقوة باحثون دوليون حذروا من تفشي الوباء القاتل وإصابة ملايين اليمنيين مع اقتراب موسم الأمطار وتلوث مياه الشرب وترد الخدمات الصحية وأنظمة الصرف الصحي في البلاد الدراسة التي نشرتها دورية The Lancet Global Health الصحية المتخصصة توقعت ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا خلال الأسبوع المقبلة بل لم تتخذ السلطات الصحية المختصة الإجراءات الوقائية الملائمة منظمات صحية دولية أبرزها يونيسيف والصحة العالمية كانت قد حذرت مؤخرا من تجدد موجة انتشار وباء الكوليرا في اليمن ودعت إلى تكثيف الجهود والعمل على التقليل من مخاطر حدوث موجة جديدة من الإصابة بالوباء القاتل وباء الكوليرا في اليمن كان قد ظهر خلال أواخر العام 2016 بشكل محدود وخلال العام 2017 انتشرت حالات الإصابة في عشر محافظات يمنية مع ترد الأوضاع الصحية ليتم رصد المزيد من حالات الإصابة في جميع أنحاء البلاد الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية قدرت عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا خلال العام الماضي بأكثر من 600 ألف إصابة توفي منها أكثر من ألفي شخص حالات الإصابة تركزت في محافظات صنعاء وحجة وعمران إضافة إلى الحديدة والجوف والمحويت وإب ودمار والبيضاء وعدن وكانت الجهود الدولية ودعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال العام الماضي قد أسفرت عن احتواء الوباء والحد من انتشاره من القاهرة وكيل وزارة